بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ النمر ونسأل الله له الخلود في الجنان ولأهله الصبر والسلوان نعم كان الشهيد النمر ولا زال يشكل أرقا للأنظمة الدكتاتورية في المنطقة وخصوصا النظام السعودي الوهابي ما قتلوه ما قتلوه لأنه بقي حيا في الأذهان وفي القلوب وفي ضمائر أبناء هذه الأمة المستضعفة ما قتلوه نعم لأن منهجه خلد ولأنه برز كشمس تضيء الطريقة للمحرومين والمستضعفين والسائرين على خط مقارعة الطغاة والجبابرة والطواغيت ما قتلوه نعم لأنه تخلد في قلوب الناس وفي قلوب من أحبه وفي قلوب كل المستضعفين الذين دافع عنهم بكل ما أوتي من قوة وعزيمة وإرادة وشجاعة وصمود ما قتلوه لأنه جسد نموذجا لأولئك الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مثل المقدادي وعمار وأبي ذر الغفاري حيث جهروا بكلمة الحق في وجه السلطان الجائر دون خوف ودون مواربة ما قتلوه لأنه اليوم بدأ أوسع انتشارا منهجا وفكرا في ضمير الناس وفي ضمير الأحرار ما قتلوه لأنه فعلا تجاوز حدود منطقته وتجاوز حدود الإقليم لينتشر في كل أرجاء المعمورة المقتول ظلما والذي قارع الطغاة في النظام الوهابي السعودي كما أنه جهر ووقف بكل قوة وعزم وإرادة مع أبناء شعبنا في البحرين ضحى بكل ما يملك لا لأجل شأجاه ولا لأجل سمعة ولا لأجل رياء ولا لأجل منصب بل ضحى في سبيل الله ولذا كرم بالشهادة ورفع بالشهادة ولهذا نحن نؤكد على مضمون ما قتلوه حيث أن قتله المادي لم يوقف بقاءه ووجوده المعنوي والمنهجي فكل يوم يخلق الله سبحانه وتعالى بدمه من ينادي بالقصاص من القتلة وكل يوم يخرج هناك آلاف الناس ليطالبون بمحاكمة الذين قتلوه والذين اعتدوا عليه والذين دون جرم أعدموه فبقي الشهيد النمر وبقي خالدا في عليين بإذن الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته